ما حديث يوم؟ ومستشفى في العراق كتقدير يقرب العدد الذي سجلته إحصائية عام 2014 لتوفر 257 مستشفى في عموم البلاد لا تكفي جلها لخدمة ما يقرب 40 مليون عراقية المواطن أسماها كارثة وكورونا كشف الستار عن الصحة التي تحمل الوزارة شعارها وعن الواقع الصحي المتراكم فوق أنقاض العلاجات المنتظرة يتذكر العراقي اليوم صفقة سميت بنعال عديلة في عام 2017 صفقة بيع الجسد العراقي بالمجان أما اليوم أكثر ما يجول في بال العراقي ما دور الوزارة إذا كان كورونا يصرح ويمرح ويلعب بالأرواح تقول الأرقام المعلنة من مصادر صحفية أن موازنة وزارة الصحة في السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 6 مليارات دولار وفي العام الماضي وحده بلغت مليارا و600 مليون دولار على الرغم من ذلك لا صحة ولا علاج بالمجمل إنما هي عنوين الوهم يواصل كورونا المستجد بث الرعب في العراق مع إصابة مزيد من أرواح مواطنين أما العراقي فهو مرهون بروحه وجسده وصحته بأطفاله وعائلته بأمه وأبيه وكأن لا شيء عن الموت يغنيه اشتركوا في القناة